السؤال اللي اهم اللي نتراحه دلوقتي هل اللي حصل ده كان مفاجأة؟ والفكرة بقى الصدمة الكبيرة ان الكلام ده ما كانش مفاجأة. العالم بيتعرض لخبطات متوالية تكاد تكون سنوية من اول سنة 2003. من اول مرض سارز ده كان اول واحد ده اللي كان تم تخليده في فيلم محمد هنيدي بتاع الصين وبعدين بعد كده 2004 اللي هي الفلانزة الطيور وجاد تاني الفلانزة الطيور وبعدين اعقب كده الفلانزة الخنزير وبعدين اعقب بعد كده الفكرة ان انا هنبس مسكات طبق اخبار الفيروسات وبعدين خلال كل الكلام ده بيل جيتس اه كان عامل اه بريزنتيشن على تيد اكس مبودة على الانترنت سنة 2015 طبعا تيد اه بيل جيتس رجل امضى طوله بحياته بيواجه الفيروسات بتاعت الكمبيوتر فهو طبعا خايف من الفيروسات بكل انواعها فطلع ادى بريزنتيشن قال ان احنا غير مؤهلين وغير محضرين تماما لمواجهة اي خطر فيروسي ممكن يواجه الكرة الارضية. ودي حقيقة يعني احنا كمان ما تعلمناش للاسف من اي اه اه ازمة حصلت لنا قبل كده. كان قبل كده عندنا كلمة انفلونزا مايش انفلونزا خنزير انفلونزا تيور اه مارس سارس كل الكلام ده مجرد مصطلحات يعني احنا خلاص ما هو بارد دور بارد جامد وصعب والناس يعني ايه بيجي لها دور بارد وفيه ناس بتاعي كده كده بالنومونيا وبتموت من التهاب الرئوي فخلاص اخو دور بارد وخلاص. انما احنا ما كناش مجهزين تماما واحنا المفروض يعني المفروض ده احنا كنا ن نشوف ان الكلام ده يحصل ونحضر لهذا السن لهذه المصيبة ولكن احنا ما حضرناش لكلام ده. طيب اول ما حصلت الكلام ده ايه الصدمة ايه تأسير الصدمة? طبعا كان اول صدمة حصلت الصدمة الاقتصادية. الصدمة الاقتصادية اه انا اللي انا هحطه قدامكم ده كيرف بيبين عدد الناس الموجودة في في الولايات المتحدة الامريكية. ده اه جيف انتشر قوي على الانترنت بيبين عدد الناس اللي هم راحوا في الانترنت اه هو هو بدأ من الاخر والسهل يبدأ تاني من الاول. ده سنة الف سبعين كان تلتمية الف بطالة. سنة الفين وصلنا ربميت الف خمسمية الف هنا بنتكلم سببمية الف بطالة. الفين وعشرين تونتي تونتي ده في الاسبوع اللي تم اعلان اه ازمة كوفيد مينتين البطالة في امريكا عدت اربعة مليون خمسة مليون ستة مليون خلوا بالكم دي الكليم زي اللي الناس تقول ان هي بعمدها بطالة. وصلت ل سبعة مليون ده امتى ده في مارس. مش عايزة ازعالك وقولوكو. لكن النهارد او يعني من اللي فات يوم سبعتاشر ابريل نازل كان ان احنا بقى عندنا اتنين وعشرين مليون واحد قاموا بالتسجيل في البطالة في اه في الشهر اللي فات شهر واحد رقم تاريخي رقم لم يحدث في يعني امريكا من سنة الف سمائة وسبعين حرب تلاتة وسبعين عدت كان فيها طبعا مشكلة اللي هو في الفين وتمانية الرغم الاقاري كل الكلام ده حصل احنا وصلنا دلوقتي او حصل مرة واحدة مرة واحدة ومش هينزل على فكرة هو الكلام ده هيستمر لفترة وهيبقى فيه ناس كتيرة جيد من للأسف الشديد هتفقد شغلها طب احنا عندنا ازمة وعندنا صدمة وعندنا مشكلة طب انتو عايزين تكون فين خلال الازمة دي اي